تعد أعمال التطهير في الشوارع والمباني والتي يقوم بها الدفاع المدني واحدة من الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا في إطار جهود وطنية متكاملة للحد من انتشار فيروس كورونا تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني أعمال التطهير والتعقيم في الشوارع والمباني مستندة في ذلك إلى أعداد كبيرة من المتطوعين والذي جسدوا بخطوتهم تلك أروع معاني الوطنية والانتماء وأثبتوا أن البحرين ستظل غنية بأبنائها الذين يجسدون الولاء والانتماء واقعا مشهودا تم تجميع العدد والمجموعة الأولية في مرسة الدفاع المالي للتعريب وتم أعطاهم نبذة عن الوقاية الشخصية من هذا المرض وتم صرف الملابس العمل وكيفية استخدامها وكيفية التصرف والعمل في مجموعات أود أؤكد للمواطنين والمقيمين الكرام بأنه إجراءات تطهير في المناطق المختلفة هي عملية تطهير احترازية مجدولة وذلك احترازا لعدم انتشار هذا الفيروس وعليه فهناك تعليمات وبيان صدرة من وزارة الداخلية باتباع الوسائل كفيلة بسلامة الجميع والله أحب أن أوه للجميع من أفراد وجمعيات خيرية وجمعيات أخرى أن الجميع يعمل تحت مضلة الإدارة عام الدفاع الملني وذلك لتضافر جميع الجهود ولكي يكون العمل واحد وتحت مضلة واحدة شكرا للجميع كل الجهود ومقدرا لهم كل ما بذلوه ويبذلون من جهور طيبة ومباركة وليست هي قريبة على أهل البحرين وعلى المقيمين الذين عاشروا أهل البحرين وشكر مصول للجميع قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتدريب عدد من الجهات الحكومية والوزارات على عملية التعقيم الاحترازي وذلك لضمان أمان واستمرارية الموقع بالإضافة لذلك تم تدريب عدد من الشركات التنظيف الخاصة على المواد والمعدات المطلوبة لهذه العملية وذلك حسب المعايير الدولية والجهات ذات الأختصاص في هذا الموضوع دور المؤسسات الرسمية والمؤسسات الاجتماعية في خدمة الوطن مثل الدور اللي احنا قدمناه كمؤسسات مدنية في منطقة عالي لخدمة أهالينا وعلشان نتعدى هذه المرحلة بإيجابية إن شاء الله وما يكون فيه إن شاء الله تطور إلى هذا الفايروس إن شاء الله دور الدفاع المدني مهم جداً يعني يمكن احنا استفدنا من أمور كنا غافلين عنها فلابد نرجع إلى جهة تعلمنا وترشدنا إلى التدريب الصحيح في طريقة الاستخدام طريقة التعامل من اللي يتعامل حقيقة نوعية التعامل فهمنا أمور جداً مهمة يعني الإرشادات اللي أرشدونا إليها الدفاع المدني كانت جداً مهمة ولابد أن الأخوان والمتطوعين يدخلون هذه الدورات علشان يفهمون الطريقة الأنسب والأصح للتعامل مع أي نوعية من أنواع سواء كان فيروس كيرونا أو أي أمور أخرى نصيحة إلى جميع أبناء هذا البلد المعطاء من الصغير إلى أكبر واحد بالمبادرة في أعمال التطوعية وبالخصوص اللي تنص عليها الدولة اليوم من الأعمال التنظيمية إلى كل الأمور اللي قبلها حد يبتدي في أي أمور التعقيم أو التطهير المبادرة بمخاطبات الجهات المسؤولة أو المنطوية تحت المضلة الحكومية اللي هو وزارة الداخلية ووزارة الصحة وصحة البيئة هاي واجب وطني واجب كل مواطن وكل وافد موجود في البحرين هاي مسؤولية كل من موجود هنا في البحرين يعني صحة واحد بيكون صحة كل من هنا في البلد فأتمنى من كل مواطن وكل وافد موجود في البحرين بيحطون بغالهم على نفسهم لأن هاي بالنسبة للبحرين كلها راحة البلد وسلامة البلد فنتمنى من كل من الاتزام وبطبيعة الحال فإن هذه الجهود تتكامل مع الإجراءات والتعليمات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بما يضمن السلامة العامة ومن بينها منع التجمعات والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة وكلها إجراءات من أجل سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر